خالد الغندورة بلقح على النادي الاهلي والصبقة الزهبية خنائة نادي الاهلي مع الزمالك الفترة الجاية تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلوية في كل مكان يارب تكونوا بصحة وبسعادة وفي امان خالد الغندورة على حسابه الرسمي على فيسبوك كتب بعض الحاجات اللي فيها تلقيح كلام على النادي الاهلي النادي الاهلي بعدما القرع بعدته عن ساندونز وجابت برامد في طريق ساندونز راح طلع قالك ايه؟ قالك بما معناه يعني احنا عايزين برامد زي خطار النادي الاهلي وراح قال ايه؟ بعدها نادي الزمالك علشان جماهير نادي الاهلي ما تحطش عليه ولما جماهير النادي الاهلي بتحط عليه بيطلع يعيط ويقولك انتو بتشتموني انتو بتتبهدلوني حرم عليكم كلمونا بمنطق وبعقلانية انتو مش عارفين تردوا انت بجيب سرطة النادي الاهلي دي انت حفز فريق برامدز اللي لسه خطف منك اتنين لعيبة زي ما انت عايز لك ما يجيبش سرطة النادي الاهلي النادي الاهلي غلب كبصوا انا عايزك تعمل كده احصائية يا خالد يا انظورة تجيب كام لقاء فازوا النادي الاهلي وكام لقاء فازوا ساندونز على النادي الاهلي شما النادي الاهلي حتى لو تهزم خمسة في البطولة اخذ اللقب لكن المشكلة الكبرى والطم الكبرى ان انت مش بصص لفريقك ولا بصص اللي بيحصل في فريقك ولا بصص على التراهل لفريقك بصص بس في النادي الاهلي بس اللي انا عايز اقوله لك يا خالد يا رندورة ان انت تحمد ربنا ان نادي الزمالك كان تالت الدوري في الموسم الماضي يعني لو كان تاني الدوري او اول الدوري كان قابل هو ساندونز وكانت فضحتكم بقت بجلاجل لان النادي الزمالك بينكشف على حقيقته لما بيلعب مع فرق تقيلة لكن بيفرد ريشو لما قابل البنك الاهلي المقاولين احتواء حكام الحاجات اللي انتو عارفنا اما الشقة التاني وهو صفقة الموسم او صفقة اللي فيها نزعمة بين النادي الاهلي ونادي الزمالك تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو بتاعنا ككل وتعالوا لي مرة اخرى عشان فيه كنام كتير هيتقال بخصوص فتوح وصفقة النادي الاهلي اللي بي فيها خناء انا بين النادي الاهلي ونادي الزمالك بس ما تنساش وانت بتتفرج على الفيديو اخي وحبيبي الاهلاوية تدعمنا بلايك وشار الفيديو اول مرة تشوفنا اول مرة تشوش خناتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان نوفو تكشأ ايه فيديو وانزعل على قناتك وقناتكم قنات كل الاهلاوية الاهلاوية على اليوتيوب يلا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا يلا بينا البداية كانت مع خالد الغندورة على حسابه الرسمي على فيسبوك كتب مهم جدا نشوف مستوى بيرامدز امام سانداونز وخصوصا في مباراة جنوب افريقيا بعد الخصارة الكبيرة للاهلي وقابله الزمالك هناك طبعا انه هو يجيب سيرة نادي الزمالك ده شأنه لكن يجيب سيرة النادي الاهلي ده غير مقبول بلمرة وبيلقح كلام وبيحاول يحمس بيرامدز او يقول البرامدز يعني خده طار النادي الاهلي من الاخر كده بيرامدز اللي لسه واخد منه ابن وثامة نبيه وابن فاروق جعفر خدهم كده ايه يعني عافية ومع ذلك خلد الغندورة لعلقح كلام على النادي الاهلي احنا هنرد عليه في هذا الصدر بس هنشوف الصفقة اللي نوه عليها سبزاهر في برنامجه وكمان موقف النادي الاهلي من فتوح وانا يعني ليه تخفزات على الكلام اللي هو نسمع هو قال ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعه نسمع عمر كمالك عبد الواحد هو الخلاف القادم للاهلي والزمالك عمر عبد الواحد كان مطلوب من الزمالك ثم مرحش اخر عهد ديه اخر سنة دي السنة اللي جاية يحق له في يناير ان هو يمدي وهناك اخبار ان الاهلي داخل على عمر كمال عبد الواحد بقوة والزمالك في الدزار ادارته الجديدة هل هتحط عمر على منظرها او هتعمل ايه محد محدش عارف ولكن عمر كمال عبد الواحد هو اللاعب الوحيد اللي عليه خلاف في الدور الممتازة حتى الان بين الاهلي والزمالك وهناك اخبار ان او هناك يعني بعض الكواليس ان هو يقترب من النادي الاهلي كل ده لسه ادارة الزمالك الجديدة مجاتش وقاله الكوصة هتبقى عاملة ازاي واحد كده يبصل او بيزمعني يقولي لا تابتل لا الخناءة مش كده الخناءة مش كده الخناءة لسه فيه اتنالة عريبة فيهم خناءة كده يا ابو ثلاثة اقوله مين الاثنينة يقولي زيزو اقوله انسى مبزه خالص زيزو في الزمالك لو الزمالك هيبيعه هيطلع بره لان ارقامه خيالية فزيزو انسى خالص نعمقى ليه خناءة طب فتوح واحد يقولي فتوح ها بقى هتقول لنا ايه على فتوح فتوح بنسبة كبيرة جدا 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 بنسبة 99% فتوح في نادي الزمالك وهيقولي زيزا ده فتوح ممكن يمضي الفترة اللي جاية اقوله فتوح ارقامه اللي هو طالبها حتى الان حتى الان مايقدرش يوفرها الزمالك لان بلان الزمالك الفترة الجاية ان فتوح موجود وهناك زي كده اتفاق وضعض محبي نادي الزمالك وضعض محبي نادي الزمالك تخلين في هذا الشيء وانا يعني مجيبه هو المسمى الراق جدا اللي هو كل نادي ممكن يكون فيه محبين في هادة الزمالك الناس يتخلش تساعد محبي نادي الزمالك من دلوقتي لمين الارقام اللي فتوح هيجدد بيها واي ادارة هتيجي النادي الزمالك نتمنى ان كل المرشحين كل التوفيد اي مجموعة هتنجح هتبقى اول حاجة ان هي تجدد لفتوح فتوح ارقام كبيرة اه الاهلي يدفحها لا الاهلي يدفحها لا الاهلي عنده قودة لبس الموضوع ده بالنسبة له مهم جدا الاهلي مش هيدفع ارقام فتوح وفتوح بنسبة 99% مستمر مع نادي الزمالك اللي ممكن يخش على فتوح هو فيرامدز ومش على راداره فيرامدز مش على رادار فتوح فتوح حاليا في الرطوش الاخيرة بعض الناس بتتكلم معاها داخل نادي الزمالك ولكن يستنوا مين اللي هينجح انا اتلمت معاك هنجح ولا ولا اللي هيجي هو اللي هيجدد لك مين اللي هيجدد لك الفتوح اعتبر الموضوع منتهي دي قدهت نظري في موضوع فتوح اظن خالد غندورة احنا ردنا عليه والرد الاولاني في الجزء الاولاني كافي ان نادي الزمالك يعني بدل ما هو يوجه كلامه لبيرامدز اللي سرق منك اتنين لعيبة ولطخك على افاك خليك في النادي الزمالك وما تلاقحش كلام عن النادي الاهلي وتزوج باسم النادي الاهلي كلام على فريقك زي ما انت عايز عايز تقول ان النادي الزمالك اتغلب من سانداونز واللقب الوحيد اللي اخده سانداونز على افا الزمالك قول برحتك لكن ما يجيبش سيرة النادي الاهلي واحنا ردنا عليه اما عمر كمال عبدالواحد هو صفقة النادي الاهلي القادمة الشتوية وفي نزاع مع نادي الزمالك بس رئيس نادي مودرن فيوتشر وليد دعبس قال لك قال لك ان اللاعب بتاعنا ده ما يستحقش انه ينضم للاهلي ولا الزمالك ويستحق يتواجد في الاحتراف الخارجي ولكن في مفوضات لاقناع اللاعب بالتواجد في مصر من ادارة النادي الاهلي ومن ادارة نادي الزمالك الكرة دلوقتي في ملعب اللاعب ورغبة اللاعب مهمة جدا وان شاء الله انا شايف ان اللاعب ده صاحب اهداف زهبية وبيجيد التزديد وعنده مهارة غير عادية في المراوغة والاحتفاظ بالكرة فلو جي النادي الاهلي هويبقى اضافة للنادي الاهلي اما الشق التاني هو موضوع فتوح فتوح مواقع للنادي الاهلي من ستة شهور او من اربع شهور من وقت ما مرتضى منصور طلع وقال الوقت بياخد كزا وبينام مع كزا وفضح فضح الدليل فاللعب قرر ان هو ما يعودش في نادي الزمالك بس بعد ما مش مرتضى ممكن الامور تختلف لكن كل النادي الاهلي اللي هوه سقف او قط اللبس او الكلام ده الكلام ده ويبقى ايه عن اسمك ايه انتا اسمه ايه اول اسم المستعر بتاعه ايه هو ده يا اخ سيف اللعب هيبقى فري كونك ان انت بتدي للعب فلوس وهو فري غير لما بتدي اللعب فلوس وهو على قوة نادي اخر ان انت بتخلص اللعب من النادي الاخر وبتدي اللعب فالحزبة بتختلف عند اللعب لكن انت دلوقتي هتتعاقد مع لعب فري فمهما تدفع فيه مقارنة بالمبالغ اللي بتدفعها للاندية علشان تستخلص منها اللعيبة وعندك امام عشور او عندك لعيبة من النادي الاهلي بتنتقل من اندية مصرية للنادي الاهلي النادي الاهلي بيدفع فيها مبالغ كبيرة للنادي ولللاعب فاللاعب دلوقتي فري هتقول لي بقى سقف ومش سقف والكرام ده كله لا النادي الاهلي اللي عايز يشتريها يشتري النادي الاهلي في احتياج لفتوح خلاص العمر بيجري وعلي معلول خلاص يعني المواسم اللي قاعدها في الاهلي معدودة يعني معدودة ودلوقتي ابتدى يعني يحس باجهاد ما بيقدرش يشيل مباراة كاملة ما احترمنا المعلول لا عمل السن وعمل تقدم السن له عامل كبير فيه اداء اي لعب فيه الملعب فيه لعيبة ممكن تاخد منها عشر دقايق ربع ساعة نصف ساعة خلينا ان نبقى واقعين ومنصفين ففتوح النادي الاهلي محتاج له اه محتاج له النادي الاهلي موقع معان من قبل كده موقع معان من قبل كده فاحنا بنتمنى فتوح يتواجد في النادي الاهلي لو ما تواجدش خلاص مع السلامة ربنا وفاه لكن موضوع زيزو لا زيزو بنسبة كبيرة لا النادي الاهلي ما يفكرش في زيزو خلاص خلاص لان بغض النظر برضو عن مبلغه لان النادي الاهلي في احتياج لفتوح اكتر من زيزو زي ما كان محتاج لإمام عشور فالنادي الأهلي الفترة القادمة محتاج لعيبة قوام أساسي وقوام بديل يكونوا الاتنين على قد المستوى لأن النادي الأهلي دخل في معمع أفريقيا وسوبر أفريقي ودوري محلي والسوبر وكأس وهوسة ودوشة ده بخلاف اللعيبة اللي بتنضم للمنتخب فالنادي الأهلي محتاج أنه هو يبقى واقف على قرض صلبة ومحتاج النادي الأهلي يوقع مع لعيبة على مستوى عالي بالإضافة أن احنا إن شاء الله هنجيب فرود وهنجيب رأس حربة بإذن الله انتعى الفيديو بتاعنا ما تنساش أخويا حبيبي الأهلي وتدعمنا بلايك وشاري الفيديو أول مرة تشوفني أول مرة تشوفي قناتي تشترك في القناة وتفعل زر جرس وتختار كل الإشعارات عشان ما يفتكش في الفيديو بنزعلها على قناتنا وقناتكم قنات كل الأهلوية الأهلوية على اليوتيوب بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة كان معكم أخوكم هني الشرقاوي والسلام عليكم